رغم مباشرة شركتين التركيتين بإعمار مطار الموصل الدولي منذ أكثر من شهرين إلى أن الحديث عن البطء وتلكئ الملحوظ بات يراود الموصليين وتخوفات من تدخلات خارجية تعرقل إعماره طبعا هناك لغط في سعر إحالة المطار هل صحيح أن زيادة في سعر إحالة المطار وهل يوجد عرقلة من بعض السياسيين والجهات من خارج نينوى بعدم إعمار المطار طبعا نحن كل هذه الأسئلة تداول في الشارع الموصلي والخوف من عدم إكمال المطار في الموعد المحدد الحديث لم يقتصر على مطار الموصل الدولي فحسب بل وصل إلى المشاريع الكبرى التي أخفقت بها الحكومة الاتحادية منذ استعادة المدينة عام 2017 وفقا لنواب عن المحافظة يعني ما معقول من 2017 من بعد التحرير ولحد الآن مطار الموصل لم يكتمل ولا زال في بدايات البسيطة جدا وكان من المفروض أن يكون هناك مطار دولي في الموصل كان يكون مستشويات كبيرة كان يكون طرق كان يكون مدارس كلها ينبغي كان أن تكون ولكن هناك حقيقة تقصير بالدرجة الأولى من الحكومة المركزية ويأمل الموصليون من سرطة طيران المدني والحكومتين في نينيا وبغداد بمتابعة إعمار المطار بغية إكماله في المدة الزمنية التي تم تحديدها عمر الزيدواني نيوز الموصل